جولتنا الإخبارية وإلى مجلس الوزراء حيث قرر المهندس إبراهيم محلم رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتضمن قرار رئيس الوزراء أن يترأس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وتضم عضويتها مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والانتخابات ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية والدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمف ودكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وكذلك ممثل عن وزارة التنمية المحلية